كيف ينشر النظام الإيراني معلومات مضللة في العالم؟ هو عنوان لآخر تقرير خاص بإيران نشرته وكالة رويترز للأنباء حيث كشفت الوكالة خلاله أبعاداً عن حملة بث معلومات مضللة لنظام الملالي في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع مزيفة في الإنترنت ووجد تقرير رويترز أن وكالة تتخذ من طهران مقراً لها تدير أكثر من سبعين موقعاً دعائياً للنظام الإيراني في خمسة عشر بلداً وكالة رويترز أخيراً كشفت للعالم حقيقة الوجه الحقيقي للنظام الإيراني الذي لا يتوانى عن نشر الأكاذيب والدعايات المضللة من خلال العشرات من مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من أجل هدف واحد ترقيع وجه النظام في الخارج وبث سمومه إلى العالم وفي وقت سابق كشفت شركات كبرى مثل الفيسبوك وتويتر وألفابيت الشركة الأم لشركة جوجل بعد أن توصلت إليها شركة فاير آي مئات الحسابات الوهمية التابعة للنظام وتم إغلاقها وقالت فيسبوك الشهر الماضي أنها أغلقت 82 صفحة ومجموعة وحساباً ترتبط بالحملة الإيرانية وكانت تلك الصفحات والحسابات قد اجتذبت أكثر من مليون متابع في الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المواقع المضللة بحسب التقرير مصدرها داخل طهران وهذا يدل على أن النظام هو الذي يدويرها وأن الشركات العالمية الكبرى مثل جوجل أعلنت أنها أقفلت عشرات المواقع التابعة للنظام الإيراني وأن تقرير رويترس كتشف أيضاً أن تلك المواقع المضللة هي تابعة مباشرة إلى الحرس الثوري وتكثف نشاطاتها لتشويل معارضة الإيرانية والمقاومة الإيرانية بشكل خاص أما المواقع التي كشفتها رويترس لها مجال أوصع فقد نشرت محتواها بست عشرة لغة مختلفة من الأذربيجانية إلى الأردية مستهدفة مستخدمي الإنترنت في الدول الأقل تطوراً ووصولها إلى قراء في مجتمعات تخضع لرقابة محكمة مثل مصر التي حجبت مئات المواقع الإخبارية منذ عام 2017